انت يقولوا باعتباري الاعتباري ياسم يسمى صفات حقيقة زي ما انا بعتبر الكريم بخيلا او العالم جاهلا هل هذا امر حقيقي وانما هو امر الاعتباري فلا يكون الصفة في الحقيقة ما نقولش انا بعتبر عالم سؤال هو عالم ولا مش عالم ان كان عالم خلا بقول عالم ان كان جاهل قول جاهل انما كلمة انا مالو الاعتباري انا بتكلم عن في صفة اسم الالب سقول لا هو مفيش علم بس انا باعش اب رعا انفع كلام انفع كلام انفع كلام اذا كان عالم واعتبرته عالم فالاعتبار ضده هنا انذا معناها ما بثناش حاجة ايه افرض هو عالم انت اعتبرته جاهل اذا كذبك احنا مش عظيم نسبة حاجة الحقيقة الحقيقة هو العلم قيام العلم بالذات هذا يكلم كنت انت بتعتبر وما بتعتبروش بتعتبر الضد هذا ايه لا يهمنا ولا يعنينا في شيء يعني معناها سلام الاعتباري يا بي ليس استفات حقيقية يا ممكن تكون توافق الحقيقة صح ممكن بتعتبره عالم وهو عالم لكن ايه الدائل كلمة تعتبروش هل زاد الامر شيء هو عالم هو عالم ولا يقاله هو هو يعتبر عالم الا اذا كان يعني في طريقه لانه معنى ثاني الاعتبار اذا لم يكن يوافق الحقيقة لا يبقى معناها غير موجود ما فيش وجود لا وجود له لانه زي ما بتعتبر او بتعتبر الكريم بخيل هل هذا امر له وجود اذا ايه معنى اعتبارك وهو مخالف لما هو حق او لما هو في نفس الامر هل هذا الاعتبار فينا هل يترتب علي شيء انما احنا ما نفينا قيام سفاة المعاني بالذات قلنا هذا وقيام المعاني بالذات هو الذي يقال فيه العالمية والقادرية الى آخرين يتقال له اعتبارات عندهم عند العشائر لا تسمى صفات ايه وعبارتهم في هذا الشعر شوف عبارتهم قلت عالم وايه تاني له علم او رحيم او ذو الرحمة او قوي او ذو القوة او سميع او ذو ايه سمع او جليل او ذو الجلالي او كريم او ذو الاكرام مهدير او ملك او ايه ذو الملك او له الملك الى آخرين ونفط كونه عالما عند الاشائرة نفط اتصافه بالعلم يعني عند الاشائرة طالما هو متفص بالعلم يبقى هذا مع ما كوني عالما يعني متفص بالعلم يعني كونه عالم هل زاد شيء لا او ده نفس اللي قالوا معنى ذلك انهم يزود شيء مين ما ترده يزود يعني عندهم العلم غير ايه له علم ده حاجة ثانية وعندهم العلم غير كونه عالم فالعلم ده هو الصفة وكونه عالما صفة زائدة تسمى ايه العالمية بس لا يمكن يثبتوها الا لمن قام به العلم فحيرجع كلامهم في الاخر الى كلامهم لا بس يترطب على كلامهم ان احنا انقصوا صفة من صفات الله لا احنا قلنا اه قالوا هذه المحترزات من انكرها بمعنى اثبات الضز تردهم ما تسفروناش الناس قالوا اللي ينكرها بمعنى اثبات الضز الجناقة الصفة ايه معناها اللي ينكرها بمعنى رسبة الضز هو ذا المشكلة معهم انما نزل حيث احرار لنثبتها لكن قالوا من انتم مش باتين في الضز مش باتين في الضز مش باتين في الضز ايجبا ما فيش خلاف بيننا وبين فمين هم من جعلوا خلافة لفضيهم جماع تسفر الماكوذير اشاعر لهذا الامر لانهم يعلمون علما ياتنين ان احنا بنؤمن بها على انها هي هي ويعلمون اننا لا نفضي الضبها ده حتى المعتزلة لم يكشفرهم من العلماء بنفس المعانى لكن الغريب في المعتزلة نفس المعانى واثبت المعنى لكن لم يثبتوا العلم والمشكلة ايه مش في عدم اثبات العلم في عدم اثبات كونه عالمى المعتزلة ايه 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 مو حقوق ايه 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 يعني عالم فما معنى عالم يعني له وفي ناقش ونفس كونه عالما هو نفس اتصافه بالألم وليس في العقل ده كلام مين اخليكم معا الاشاعر ليس في العقل موجود ولا ثابت شو قال شو الاشاعر ضيق واشي قال لا في موجود ولا ثابت من خارج سوى نفس الذات والصفات القائمة شو بس كلامهم دقيت قالوا لا في موجود ولا ثابت من خارج سوى نفس الذات والصفات القائمة بها يعني معناها لما قالوا من خارج ده كأنهم احترموا كلام مين الماسر دي لأن الماسر دي قالوا في موجود تاني خارج لكنهم لم يقولوا بوجوده وانما قالوا بيه بثبوته فان عبرا شو كده شو الكلام الاشاعر اذا جميلهم قل فان عبرا عن الموصوف شوف حاجة ان عبرا عن الموصوف بدون يعني اعتبار او بدون يعني يعني صرف النظر عن استثاث ان عبرا عن الموصوف نفسه حتى ولو كان مجردا من استثاث يقال ايه ذاته فاضح وان عبرا عن المعنى 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 اللي احنا نريد زياد كله المعاني العلم وان عبرا عن المعنى قيل علم شكرا ان كانت تعبير عن عن الموصوف ذاته ولو حتى باعتبار انه مجرد عن استثاث يقال ذاته باب وان عبرا عن الصفة ذاته بقطع النظر عن قيام هدل ايه موصوف يقال صفة باب وان عبرا عن الذات باعتبار المعنى اه شو كم حاجة عندنا بردت ثلاث افهم ضوء جيدا ان عبرت عن موصوف بقطع النظر عن استثاثه قلت ذاته وان عبرت عن الصفة بقطع النظر عن قيام بالذات قلت صفة وان عبرت عن الذات باعتبار المعنى الذي قام بها تعال كده نعبر عن الذات فنقول ذاته ونعبر عن الصفة فنقول علم علم كده شكرا نعم اذا اردنا الجمع التعبير عن الذات باعتبار المعنى الذي قام بها قلنا عالم شكرا كلمة علم ما اعتبرنا فيها ذات اعتبرنا الصفة فقط كلمة ذات ما اعتبرنا اصلا الصفة لما لما ربطنا بينهم لما قامت الصفة بموصوفها قلنا عالم انجا في ذات وفي علم وفي عالم انجا اذا ما فيش فرض ما فيش حاجة الخارج الا ذات وصفات بس الفرق بين ذلك في ايه التعبير ان عبرت عن الموصوف قلت ذات وان عبرت عن الصفة وحدها قلت علم ان عبرت عن الذات باعتدار ايام الصفة قلت عالم او عليم فالورث القرآن ايه ها السبب القرآن اللي هو المعنى هو ايه الله بكل شيء علم ما وردش كده علم كده واحد كده بانتصاله عن الذات او بغير قيامه بالذات كده امتار المعنوية ده كفري بمعنى اثبات الضز بمعنى اثبات الضز انما بمعنى انها هي والمعاني واحد او انها عبارة عن قيام المعاني بالذات هو الحق ولذلك الشير بقول هو الحق ونحن ان شاء الله نعتقد انه هو الحق باذن الله تعالى ولا يعني نفسط او نجرح الجماعة لذلك واضح الان عرفنا ايه استفات المعنوية وعليه على ما تقرر فاستفات المعنوية عبارة عن ايه قيام المعاني بالذات وليس لها وليس لها ثبوت في الخارج من الذهن يعني لها ثبوت في الذهن انما خارج الذهن ايه لا يجد لها ثبوت يصح ان يقال فيه انه قائم بالذات مثل قيام القدرة وعليه فلا اعتبار قسمين قسم له تحقق في نفسه بقطع النظر عن اعتبار المعتبر وليس بصفة قائمة بالذات ولا يشمل هذا صفات الاحوال لان الحال صفة قائمة بالذات لمن قال بها اثنين قسم لا تحقق له الا في الذهن فمن يعتقد ان الكريم بثيل فالبقل لا ثبوت له الا باعتبار المعتبر خلاص وهذا لا يشمل صفات الاحوال لان الحال صفة قائمة بالذات لمن قال بها مش مسألة اعتبارية عنده عنده صفة قائمة بالذات في قسم ثاني في الاعتبار يحنا ممكن نقول لا ثبوت له الا في الذهن يعني معناها البخل لا ثبوت له الا باعتبار المعتبر ولا ثبوت له احنا في الرقم بين الامرين احنا ما فيش معنى احنا نقول بالمعنى لانه لا ثبوت له الا في اعتبار المعتبر فمما سبق والدول ما فيش معنى احنا نقول بالصفات المعنوية بس على انها اعتبار وليس لها وجوث من فمما سبق نعلم ان الكلاف بين الفريقين ينصب على قيام المعنوية بالذات يعني احنا ما عندناش مشكلة في اثبات المعنوية لكن عندنا مشكلة في قيام ها بالذات احنا عندنا حشتين قائمين بالذات العلم وكونه عالما فاحنا لم نفرق بينهما الا في الاعتبار احنا المشكلة ليس في اثبات المعنوية ولا في نفية انما انما في قيام المعنوية بالذات انما يصحش نقول هي قائمة بالمعاني وانا هتقوم الصفاء بصفة اه ما بلنا اي موجودة في الاعتبار لا القيام لا لكن القيام بالذات كونها قائمة بالذات كونها قائمة بالذات وهي شيء وهي قائمة قام بالذات الموجود هو العلم ومش منفيع لان القيام امر زائد عن العلم يعني حديث مثلا ده ذات مثلا امر والله المسعى ده ذات وده افتفا دولت مين احنا عاودين حاجة ثالثة اللي هما قالوا به اللي هي قيام افتفا دي بالذات دي فهم ما يكفيش عندهم انك تثبت الذات وتثبت افتثاث لا عاودين امر ثالث هو قيام افتثاث بالذات صحيح نعم افتثاث لكنها بمعنى انها افتثاث لا هي افتثاث ولا هي غيرها لا بيقولوا احنا عشان كده ما احتجناش لان احنا افتثاث لا هي افتثاث ولا هي غيرها هما لما اتكلما في المسألة كانهم جعلوا اكلموا في افتثاث كده بالسفلال اولادية والذات بسليلا عشان كده جاء الله اعلم برشاهكم انا مجمعين الكلام قد يكون ساهم ابقى مما سبق عرفنا وعلمنا ان الخلافة منصد على ايه قيام المعنوية بايه فمن نفى الاحوال قال معنى كونه عالما هو قيام العلم به مضحك اللي ينفي الاحوال ابقى معنى كونه عالم يعني قيام العلم به طب ومن قال بها يعني الحال ذهب الى ان معنى كونه عالما صفة اخرى زائدة على قيام العلم لكن هذه الصفة ليست موجودة بالاستقلال كالمعاني ولا معدوم عدما محبا كالتلزية بل هي واصبة بين الوجود وبين العدم حيث لم تبلغ ودرجة الوجود ولم تنزل الى مرتبة العدل ثاني ها هذا القلاصة دي الكلاف منصد على ايه عشان تفهمون مش على اسباتها وعلى نفها ممكن نفيتها بالاعتبار على انها قائمة بالذات تعالوا اللي نفى الاحوال قال معنى كونه يعني معنى هذا يؤمن بالصفة ثم اللي عنده بس عنده بس معنى كونه عالما بالصفة ولكن قيام العلم به طيب ومن قال بها بالاحوال اللي هو كونه عالما ذهب الى انه معنى كونه عالما مش قيام العلم دي اخبرنا لا ده صفة اخرى زائدة على قيام العلم بالذات يعني معنى كده في علمين او في عالم وفي عالمين قالت لا لا مش كده مش معناها كده ومال معنى ايه قالت الصفة دي مش موجودة بالاستقلال زي المعاني حتى قلمت بالاستقلال خضع لانه حتى المعاني ليست موجودة بالاستقلال وانما هي موجودة بوجود الدات دلنا في انتقائف منهم ودعه خليفة ما قمتشي السلام بيقولكم هذة الصفة ليست موجودة بالاستقلال يعني يعني كأنهم يقولون ان الصفات المعانى موجودة بالاستقلال وهذا ايضا خضع فالذي بني على خضع وهو خضع اورد لي لا كلمة بالاستقلال دي ما تدهش المعنى غير ولك ليست موجودة بالاستقلال كالمعاني كالمعاني يعني المعاني عندهم موجودة موجودا استقلالين ولا ايضا لا يجاب لهم المصير مستقلاليا مقرم لا يوجد عيدي علي انت عذافة لا تنسى لا تنسى ايه المعنى انا انا المهم مش انشاريت ذي الصفة قال ليست موجودة بالاستقلال يعني ايه معنى بالاستقلال يعني عوضي يقولك ليست موجودة كالعلم ولا معدومة ذي الصفات السلبيه وانما هي واسطة بين ذي معناها الصفة ذي المعانى المعنى زي ما قلنا اضعف من الحال زي ما قلنا في الاول لان الحال موجود ايه له ثبوت فاعتبار مين لكنهم جعلوا هذه موجودة ولكنها مش قائمة وجعلوها قائمة بالذات ولكن ليست كقيام العلم المفهومة لسه وليست موجودة بالاستقلال كالمعانى ولا معدومة عدم محبل هي واسطة بين الموجود والمعدوم حيث لم تبلغ برء ولم تنزل الى مرتبة العلم يعني كل اللي عاوض يكون تفهموه ان هذه الخلاف اه في ايه في قيام الله قيام المعنوية هو زي ما قلو ايه اه مناب او هو اللزاع الحقيقي بيننا وبينهم في قيامها بالذات احنا نقول قيامها بالذات هو نفس المعنوية هو نفس الصفة لا قالوا لا ده قائمة بالذات قيام الثاني غير قيام العلم بالذات لكن الخرق بينها وبين قيام العلم انه العلم ده موجود انها ده ليست موجودة وليست معدومة واضحك واضح اذا اه خلصنا من ايه من الكلام في اه في قول الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه اه لا ان لها ليه المعنوية حبار عن قيام المعاني بالذات لا ان لها ثبوتا في الخرق عن الذهن بناء على نفي الحال على نفي الحال ليه وانه لا واقبة بين الموجود والمعدوم ولما فرغ من بيان فات المعاني شرع في بيان تعلقها احنا الان هندخل في ايه بالتعلق ايه هو التعلق تعريفه اقتضاع او طلب الصفة امرا زائدا على قيامها بالذات اذا التعلق معناها مش اصفة ده حاجة زائدة عن الصفة اللي هو طلب الصفة امرا زائدا على قيامها بالذات كاقتضاء العلم معلومات اذا يجب ان التعلق ده اخد بالك حيكون في ايه حيكون في نوع حاجة لانه هتعلق بطلب الصفة امر زائد يعني امر ليس موجود خلاص كنا بيقول لك امرا زائدا على قيامها بالذات كاقتضاء العلم معلوما اقتضاء عن طلب طلب العلم معلومة ينكشف به واقتضاء الارادة مرادا يتخصص ايه بها واقتضاء القدرة ايه مقدورا وهكذا واستمعه مسموعا او موجودا والبطر من الى اخير الا صفة واحدة اللي هي صفة الحياة اذا هكذا وواجبون وواجبون ايه تعليق بالصفات حتما ما عدل حياة يعني هذه الصفات اللي هي صفات ايه اه صفات المعاني مش المعنوي حشان احنا مش بنقول بالمعنى تطلب الصفات المعاني حتما يعني لزوما دواما على سبيل الدوان والاستمرار وهذا من زيادة التأكير لان الواجب النقلية يعني ايه الداعي يقول لك ايه وواجب تعليق بالصفات قال ما هو واجب والواجب لا يتصور في العقل ايه عدم فلماذا قال دواما ما هو الواجب شأنه كده ان يكون على صفة واحدة يعني ان يكون دائما فقالوا ما تدعلوش دواما تأكيدا لان الواجب لان الواجب النقل شأنه ذلك ما عدى الحياة بالجر فماذا اذا وعدى حرف جر فيجب على كل مكلف ان يعتقد ذلك يعني ايه معنى ان يعتقد ذلك كثم الاشارة هنا يرجع اليه الضمير الى التعلقات وحاصلوا ان هذه افتفات اللي كان كم سفة لا ستة قال ما عدوا بقول سبع قال هو اخرجها واحنا نبقيها قال حاصلوا ان هذه افتفات بالنسبة للتعلق وعدمه اربعة تبقى سبع عشان قالوا وعدمه لو كان يقصد بالتعلق تبقى كام ستة اه تبقى كام هنا يقصد بالنسبة للتعلق وعدمه تدخل حياة او لا تدخل الاختام الご diagnose اعداد انت اربعة اقدام قسم منها لا يتعلق بشىء وهو الحياة لان هنا في invite تبقيهم وليس باعتدار واحد باعتدار التعلق باعتدار عدم التعلقة لذ recover اول حاجة الحياة عند اول حاجة كان قكم عندنا اربعة اقدام قسم لا يتعلق بشىء وهو الحياة لماذا لا تتعلق بشيء إذ هي صفة تصحح لمن قامت به الإدراس من غير أن تطلب أمرا زائدا على قيامها بمحلها نجحنا إن شاء الله نصلي ونجي بعد الصلاة نكمل موضوع ليه تعالى القاتل اللهم صلي الله ونصلي على أسعاد محلطاتك سيدنا محمد وعلى آله وصعده وسلم عجادنا ميلاد كلماتك سيلا ما ذكرك ذاكرون وقال عنك في الراقين اللهم صلي الله شخا مادي الدرسله هو موسيس الأحواء شخا مادي الدرسله هو موسيس الأحواء جمال أن تعمق تقوم بها إننا بحد جلال لا يهمنا الى التعال بلاهن عشان نظر لا يهمنا الوطاء لا يهمنا الوطاء قد نظر الجلال بالأخطوخ لحنظر الجلال اشتركوا في القناة لما فرغ من بيان صفات المعاني الشرعة في بيان تعلقها إن كل صفة لها تعلق ما عزى صفة إيه؟ الحياة ويقال ليس الصفة لها تعلق إنها هي صفة مصححة يعني تصحق لمن قامت به الاكتصاف بشائر اكتبات من علم وخدرة إلى آخر لأنه إذا لم يتوفق بالحياة لا يصح اكتصافه بشيء من اكتبات على شكل ذلك مصححة يعني لا يصح اكتصاف الحق سبحانه وتعالى بغيرها من الصفات ولما فرغ من صفات المعاني شرعة البيان تعلقها والتعلق إيه معناه؟ التعلق يعني الصفة تطلب أمر زائد على كونها قائمة جدا يعني في حاجتين في الصفة أنها قائمة بالذات وأنها لها ايه؟ متعلق واضح شرعة؟ إنما في صفة واحدة قائمة بالذات ولكن ليس لها تعلق أما كل صفة من صفات المعاني ما عزى الحياة لها ايه؟ لها امران قائمة بالذات وتعلقها بأمر زائد على هذا الكلام فالتعلق اكتباء اكتباء يعني صفة اكتباء أمرا زائدا على قيامها بالذات فاختباء العلم معلوما ينكشف به يعني لا معنى بكون العلم قائما بالذات دون أمر يتعلق به حين هو امران سبحانه وتعالى قال إن الله بكل شيء عليم ولم يقوم بكل شيء حاجة بكل شيء عليم والعلم له متعلق وهو الأشياء التي يعلمه الله هي معنى الأشياء المعلومات هي متعلق لهم هي التي يتعلق لها العلم اللي هي الموضوعات والجائزات وكل مستحيل أخصان الثلاثة أخصان الثلاثة إن كذا تطلب أمر جائد على قيامها بالذات كاقتضاء عن طلب العلم معلوما ينكشف به واقتضاء الإرادة مراعجا يتخصص بها واقتضاء الخدرة مصدورا وحسن وحسن يعني لأن العلم هو المعلوم بكتابه يعني لأن العلم هو المعلوم إنه إرادة ينكشف به لأن العلم هو المعلوم بل إنه إرادة وإرادة هذا المراج ماذا يكون تعلق إرادة به يكون تخصيصاً ذبها القدرة مقدور مقدور ينجز القدرة تعلقها إيجاد المقدورات يعني الممكنات تخرج من حي ذي الوجود إلى العدم بواسطة القدرة أما عند الماثر في حية ثانية للتكوين أين الفرد بين التكوين والقدرة؟ هذا القدرة تهيئ يعني تجعل الشيء فالحاً للوجود لكن لا توجده التي تخرجها من الوجود إرادة للخصص تهيئ يعني معناها إيه؟ زي القش الرب وهو رب بلبس عليهم العود الأخضر تمام كده؟ فالقدرة إيجا هنا الممكن الحيث هو ممكن له إيه؟ قبولان من وجود قبول إمكاني وقبول استعدادي قريب من الوجود فالقش أو العود الأخضر ذا هذا قبوله لأن يتحول أو يصبر الاحتراف هذا قبول الإمكاني إنما متى يكون قبول استعدادي بعد إيه؟ أن يجيك فكأن القدرة تهيئه يعني تحوله من الحالة إلى أن تجعله يعني على أغبة الاستعداد بأن يخرج من حي الوجود إلى العدد بالدليل الآن إنما أمه إذا أراد شيء أن يقول له كن ففي حاجة تانية ذا القدرة مع نهره عندهم كانوا يقولوا بالتعلق الفالوح القديم فتجعله في الأدل قريبا من الوجود يقولنا فيه قبولين قبول إمكاني وقبول قبول القش الرب للحرق وهو لين هذا قبول إمكاني أما هو أجاب لقبول إمكاني إذا عندهم صفة التكوين أزالية ولكن المكونات حاجة فنحن نتكلم في الزرق وبين هذا إذا هنا القدرة مقدور عشان توجد إذا تعلق القدرة بالمقدورات تعلق إيجاز إذا كانت المقدورات موجودة بالسعر إذا هناك تعلقات القدرة شكرا وهكذا وواجب تعليق للصفات دواما ما عاد الحياة تعليق ذي يعني هذه الصفات يعني الصفات المعاني حتما يعني لذوما دواما يعني على سبيل الدوام وله امرار واجب واجب كل ده تأكيد ما تطفش عنده لأنه هذا من بعد بس فقط لا مش بمعنى واجب واجب يعني أمر ثابت المقرر لا يطور في العقل نفسه حتما دي تأكيد تأكيد يعني ذي واجب لا زادة على معنى كلمة الوجوب بكلمة أخرى وهي اللزوم ما هو مش فيه تأكيد مش فيه تأكيد مش فيه تأكيد مش فيه تأكيد معنى فيه شيء محكم ولكنه ليس بواجب واجب واجب ومحكم وانجل دواما يعني لا تتصور انه في حالة دون غيره ولكنه على الدوام والاستمرار يعني مسألة تعلق مسألة واجبة دائمة ثابتة ما تتخيلش ان التعلم حينتهي هذا يعني دواجب وامر ثابت وهذا من زيادة التأكيد يعني لان الواجب النقلية شأنه ذلك ما عد الحياة بالجرفة ماذا انه على حرف جرفة يجب على كله ان يعتقد ذلك وحاصله ان هذه الكتاب بالنسبة بالتعلق وعدمه اربعة اقتان قسم منها لا يتعلق بشيء وهو ايه؟ الحياة ما بشيء تعلق انه انه اتجب تصحح لمن قامت به الادراك من غير ان تطلب امرا زائدا على ايامها بمحلها شوف الحياة تصحح لمن قامت به الادراك يعني الحي عنده ايه؟ ادراك من قامت به الادراك لما جماعة الثلاثية ذلك الحياة توجب ايه؟ انه في حركة يعني اذا مفيش حركة اذا مفيش حياة لا قد يكون الانسان وصل الى درجة لا يحرك فيها شيئا حتى ولو رينش عين ولكن فيه قوة الادراك فطالما فيه الادراك انه هو حي حتى لو لم يكن ايه؟ متحركة عين حرجة او حتى لو انقطع عن المنفل فهو المنفل فيه ايه؟ الادراك ايه يعني الحياة مش معناها اذا عدمة الحركة عدمة الحياة لكن يوقف الثلاثة كان المنفل فيه اوهjan مريض وهو ايه؟ عما يرسل مين يارث مين مين يارث لكن هو بيفكر ايهdan ففيه ايه؟ الادراك فبالما الإدراك موجود يرضى على قيد الحياة سواء مصيد بإغماع، بجنوم، بصطب، إنه عنده استفاد الإدراك من غير أن تطلب أمرا جايدا على قيام هذه محلها وكثم يتعلق إذا أمنا كثمين فيه تعلق وما فيش تعالق الذي يوجد فيه تعلق على ثلاثة أقسام والأول نفت أقسام، ما فيش تعالق أما الذي يوجد فيه تعلق ينقسم إلى ثلاث، ومجموع الأقسام أربعة مجموع الأقسام أربعة إدراك بالمعنى السابق العام لأنهم لم يكن حياً لا يدرك يعني لا يسمع بالسمع إدراك ولا يدرك ولا يقدر على شيء ولا يتحق الإدراك على المعنى المعنى على المعنى يمكنك تشيل كلمة الإدراك وتقول تصحح لمن قامت به ما عداها من الإدراك ليس الإدراك تفى وإلا معناها الإدراك لأن الحياة مستهاجة لأن الحياة مدرك يعني مدرك المقادر المدرك المفاعل المدرك المريد من الصفة وإلا كانوا هجعنا مرة أخرى للصفة التي قلنا فيها أتحق والسابق أواعي مرة أخرى المطبخ بالسرع كلمة قد يتعلق ثلاثة أقتنش يعني أعبد أن أخبرك المفروض يقول كده. مفروض يقولك لا. هم قسمان. اكتفات. اسم لا يتعلق وقسم يتعلق والذي يتعلق ثلاثة. بدل من يقول اربعة. لكن على اي حال النتيجة كانت. اربعة. عملنا كلاب بس امام. واحد بس قراش. وثلاثة حصناهم وقلنا اربعة. خلاص. ممكن. فالاحسن كان ذو القسمان. قسم لا يتعلق وقسم يتعلق والذي يتعلق ينقسمه الى ثلاثة فيه. خلاص. خلاص. معلن شواء. معلن شواء. معلن شواء. معلن شواء. معلن شواء. اذ هي. طالما غير الكتاب والسنة يجوز لنا ان احنا نحن نعلم على الرب. شغل جدا. او. يعني. مينيوش لازمة. وقسم يتعلق وهو ثلاثة اقتار. الاول. منها ما يتعلق اه شوك الى كتابت منها. لذا عندنا ثلاثة اقتار من حيث التعلق. مازلاش من الضحلة. اللين الضحلة مش حميش محكوض معا. اه. قسم يتعلق عن كثم الأول من الثلاثة يتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي وهو صفتان يعني ما نعود لك هناك من الصفات الباقية الباقية العلم صفة العلم وصفة السلام هذان يتعلقان أو هذان تتعلقان بجميع أقسام الحكم العقلي يعني الريوب والابتحالة والجوال وليس واضح لأينا يقولنا أننا عن المعالي واجبت من الكلام هذان يتعلق بما يتعلق به العلم يعني مشكلة خبق إذا أخبرنا فيما هو مستحيل تعلم من مستحيل خبق خبق الأمر النائدة من مستحيل بالممكن والخبق يكون فيه الاشتحيل والقصفين والواجب والسلام مستحيل بس يعني الكلام صفة قديمة وهو الكلام معناه إيه؟ الدلالة والدلالة إما أن تكون تعلق دلالة أمر نحن خبر كل كلام واحد قدرين لكن التعلق كلام آن في التعلق التعلق اللي هو اختبار الصفة أمر زائد على إيه؟ على مزائد صح دلالة الكلام على الأمر وأنه زائد على الذات مش بيتطلق مش بيتطلق مأمور منه ففي أشياء أخرى اللي هي أقسام الحكم العقل اللي ما يقولش هي الأمر وأنه الخبر ده لا أمر ولا علم ولا نحن أخبار العلم الماضي بيتعلق بها الكلام طيب مش بيتعلق الكلام بما هو واجب حتى التعلق الخبر في حادث وفي خديث انتعلق بأفعالنا أو بتكليفنا أو بتكليفنا حدثت ووقعت بجاء الخبر ولكنه إيه؟ حادث ولكن انتعلق بالإخبار عن ذاته وقتصاده فهوه ماذا؟ ماذا؟ وانتعلق أنه لا في شيء عن الذاته أو عن التكليف فتتعلق بإيه؟ مستحيل المنزي بالكلام نفسي تتعلق وتتعلق الإيه؟ الإنس ماذا؟ لا خلاص ما نمتعش اللون اللي يتعلق بإيه؟ ماذا؟ الأقسام أي أقسام الحكم العقلي وهو صفتان العلم وإيه؟ والكلام وإليه أشار بقوله فالعلم جزما معمول لقوله تعلقا أو تعلقا يعني المستفادين قدم عليه والكلام السامي أي العالي المرتفع القدر المنزح عن الحروب والأصوات والتقديم والتأخير والسكوت واللح والإعراض يعني اللحم والإعراض والوقف والسكتات والتقديم والتبعيد والحج ومنهاية كل هذا شأن الحج وذلك قال والسلام الثاني وغير ذلك مما يتصف به كلام الحواب التعلق أي أن هاتين الصفتين تعلق جزما أي جزما يعني مجزوما به بثائر أي بيميع جمسيات الأقسام أي أقسام الحكم العقلي الثلاثة واضح هذا مش واضح الواجب والمستحيل والجائد أما كونهما أي السكتات متعلقين فلأنهما طلب أمرا زائدا على قيامهما بمحلهما إذ العلم يقتضي ورح إذ العلم يقتضي معلوما ينكشف به والكلام يقتضي معنى يدل عليه وأما تعلقهما بجميع أقسام الحكم العقلي فظاهر إلا أن تعلقهما تعلقهما هنا المفروض اللاف على إيه تعلقهما عشان أن عندك إيه هنا تعلقهما تعلقهما أصح ماذا تعلقهما لا أصح صاف إلا أن تعلقهما مختلف يعني فيه اختلاف بين التعلقين فتعلق العلم تعلق انتشاف وتعلق السلام تعلق دلالة كما تهم مما ذكرت لك فالعلم يتعلق بجميع الكليات والجسيات أزلا وأبدا بلا تأمل يعني علم نحن عاوز التأمل يعني التنباط عاوز يعني تركيز عاوز جمع أو تأمل يعني تعمق نظر تمحيص يعني يقول لك وهذا الكلام فيه نظر يعني تأمل هذا الكلام هل هو صحيح لا وليس هكذا علم وتعامل بلا تأمل علمك أنت عاوز مقدمات وميتائج يعني تتوصل إلى الاستبلاد مباشر أو غير مباشر في قياس وفيه استقراء فيه تنسيل وفيه أحكام يعني موضحية للاستدلال لا مافيش تأمل مافيش استدلال ولا سبب من الأسباب يعني السبب هو ايه استعلم أو التلقي أو الحفظ أو المراجعة فلا يوصف علمه بالضروري ولا بالنظري ايه الفرق بين الضروري والنظري ايه الضروري لا يحتاج إلى نظر لا يحتاج إلى فكر ده حتى فيلم الفكر لا يجد إطلاقه عليه يعني انت عاوز ايه تدركه بضرورة كونك ايه عاقلا كما ندرك ان السماء فوقنا والأرض او ادرك الرجل الرجل حجات الضرورية البديهية الذي لا تحتاج إلى دليل اما لاحظنا الثلاثيين مش عارو الحمد يقول لك الدليل لكن الثلاثة فر للأرض على الأمور هي ضرورية النار وهو الثل العسا الحل حاجة ضرورية لا تحدث دليل على انه العسا الحل مفيش ضرورية اما النظرية هي التي تحتاج إلى نظر المراسل النظر يعني فيك ودليل عليه كوجود الملائكة ووجود الجنة ليس ضرورية ولكن يحتاج إلى نظر حتى بعض من الوجود الله ليس ضرورين وإلا لما اختلف الناس كانوا بالضرورة كلهم يؤمنون بوجود الله وهناك بعض الناس يمكنون وجود الله المسائل المسائل الضرورية لا اختلافة فيها بين شعب ولا نظام كله مقر به أمور معلومة ضرورة وقالت بعض المسائل في خضايا الإيمان بالذات يقول لك وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة يعني بضرورة كومك مسلما تعرفه كعزب الصلاة لو سابس مسلما حتى ولو كان فاسقا ولو كان لا يعرف أي شيء ولكنه يعرف المسائل ويعلم أن الحج بضرورة كومه مسلما وكذلك يعلم أن الحج إلى مك وأن الصلاة لابد فيها من استثباره وأن الوضوء أمور كل هذه الأمور معلومة من الدين من الدين وأن العلم لا يقال أنه ضرورة من شعر الحراس لأزداد يتحصل بها والنظر عملية عقلية ويختلف البرورة ما هو علم عندنا بالبرورة ليس معلوم عندنا إذا لا يوصف علم الله تعالى يترق عن علم الخلاق لأنه لا يقال فيه تأمل ولا استجلال ولا يقال ضروري وليس له سبب وليس مسبوقا بجهل وليس به تساور يعني عالم سبحانه وتعالى بعلم واحد أما أنت مثلا زيد يتافر يوم الثلاثاء بعد العقل تحدي فيه تحدي ما بين حول سبب يتاور اثناء فيه درجة. يعني الامور عنده آنية. يا ليس فيها لا ماضي ولا مستضر ولا يعلم كذا بعد علمه بكذا لا. يعني يعلم ان الزيد متافر. وانه متافر. وانه رجع. وانه بعلم واحد. بدرجة واحدة. والله كده؟ فلا يفض بالضرور ولا بالنظر ولو تعلق واحد. تنجيلي افضل. والكلام يدل على ما ذكر دلالة متنرة. بلا ايه؟ بلا انتطاعة. واضح كده؟ الاللم متعلق بجميع اقسام الحكم العقلي. منها ايه؟ ايه معنى تعلق علمه تعالى بالمستحيل. واحد يقول لك كده تعلق بشيء معدوم. وعدمه المستحيل واجب. نتلاف عدم الممكن. الممكن فيه حالة تانة. قبوله للوجود ايه؟ ايه؟ ايه هو قبوله تعلق علمه تعالى بالمستحيل يعني علمه تعالى باستحالته. علمه تعالى باستحالته. معنى تعلق علم الله بالمستحيل يعني علمه بانه ايه؟ وانه لو تصور ووقوعه لزم منه الفساد. وهذا ما اشار له بعض مستحيل بقوله علم ما كان. وعلم ما يقول. وعلم ما لم يقل. ان لو كانت كيف كان يكون. وبهذا تميز عن علمنا بالمستحيل. يعني علم الله تعالى في حاجة كمان مهمة. تميز بها عن علمنا بانه علم بالمستحيل من جهة كونه ايه؟ مستحيل. مستحيلا وانه لو وقع لو حرف انتناع انتناع لترتب عليه من الفساد كذا وكذا. اما علمنا نحن لا نعلم ما هو مستحيل. الا بايه؟ بما اكبرنا الله تعالى او بما وضع لنا من ايه؟ القوانين العقلية التي نحن باستحالة كذا. وبعد الاستحالة كذا. يعني علمنا مكتكب. وعلمه ايه؟ ولا يقال ايه؟ مكتكب. فاتبع سبيل الحق وافرح. ايه كذا. معلوما. ابقى اذا. قلنا هنا اه الكلام. العلم له ايه؟ تعالى لق واحد. اذا قلنا الاقسام او استفاة من حاجة التعلقات اربعة. ثلاثة. لها ايه؟ لها قسم اللي تتعلق قسم اللي تتعلق. تتعلق الى سنتس. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة اقسام. ايه الثلاثة? القسم الاول نحن نكلم به. اللي هو ما يتعلق بجميع اقسام الحكم العقل. وقلنا هم ايه؟ صفتان. العلم والسلام. اتكلمنا في العلم. قلنا له يتعلق به. فيه تعلق. فيه تعلق. وفي حاجة اسمها النوع التعلق. يا اما فيه تعلق. يا اما الاعلم يتعلق. اذا لم يكنه. اذا كان هناك تعلق. اما ان يكون بجميع اقسام الحكم او ببعضها. او ببعضها. ما نورة هذا التعلق له ايه؟ ثلاثة انواع ايه. اذا يستعلق بقسم او بجميع الاقتام. يعني بكل الاقتام. او ببعضها. اما ان يكون تعلق فلوحي قديم. او تنجيزي قديم او تنجيزي حاجة. اذا لي تلك ثلاثة اشياء من التعلقات التعلقات موزي. ايه. فلوحي ايه؟ قديم. وبعضين يتنجيزي حاجة تنجيزي قديم. إذا بالنسبة للعلم وأنه يتعلق بجميع الأقسام لكن من أي نوع حادث تنجيذ حادث ولا صلوح قديم ولا تنجيذ قديم لا هو تعلق واحد فقط تنجيذ قديم والكلام يدل على ما ذكر لأن الذي ذكرنا هذا كيف ربنا أن العلم يتعلق بجميع الأقسام وكيف عرفنا أن تعلق العلم تعلق تنجيذ قديم الذي دلنا على ذلك هو الكلام إذا الكلام يدل على ما ذكر جلالة مستمرة بالانتفاع أدلا وأبدا فهو تعالى به يعني كيفة الكلام آمر ناهم مخبر إذا معناها أمره يعني كلام نهيه يعني كلام إخباره يعني إيه كلام إذا قلنا لأن له تعلق واحد فقط تنجيذ قديم بمعنى أن جميع الواجبات والجائدات والمستحيلات انكشفت له تعالى في الأذل على ما هي عليه انكشفت التنجيذ يعني معناها تم الانكشاف كلمة التنجيذ يعني معناها شيء نجل يعني تم يعني معناها ما فيش حاجة تنجيذ يعني معناها تم يعني تم كلمة التنجيذ يعني كلمة التنجيذ يعني وهي لم توجد لأن تعلق العلم تعلق تنجيذ قديم ينفع شكرا ولو قلنا بهذا كأن علم الله تعالى حدث أو تجدد عند وجودها وعالم بها قبل وجودها ما ستوجد أو في أي وقت توجد ويقال الآن هنا تضيفه بالنسبة للجائدات إلى أوقاتها يعني يعلم تعالى قبل وجود الجائدات أنها ستوجد أو معنى تعلق العلم تنجيذ وهذا أمو قديم لكن في أوقاتها واضح كده واضح وقيل إن تعلق العلم لا يوصف لطلوحي واحد ممكن يسأل فات لماذا لا يوجد في العلم تعلق لطلوحي قديم تمام كده واحد داني قال المفروض كمان لماذا لا يوصف تعلق العرم بأنه تنجيذي يعني واحد يقال تعلق العلمة لا يمتع نجول صلوحي ولا يمتع نجول تنجيذي لأن وقصه بالصلاح يقربهم جهلا وَوَصَّهُ بِالتَّنْجِيبِ يُدْنِي إِلَى حُدُوثِهِ إذًا يقول بروجة أهلاً يعني نقول لك هنا تعلق التنجيب تعلق العلم تعلق التنجيب تنجيب يعني ثم وهو مرتضب بالمعلوم والمعلوم ما؟ لا المعلوم خير قديم المعلوم حادث المعلوم حادث المعلوم حادث يقول له بعض المعلومات يقول له بعض المعلومات الحادثة فلما قلنا تنجيب يعني ثم والتعلق لا يصور بدون المتعلق إذًا معناه كأننا قلنا بإذًا إذًا قلنا بحدوث العلم قلنا بحدوث العلم مش قلنا التعلق التنجيب يعني معناه في علم وفي معلوم والمعلوم بعضه حادث فالعلم تعلق ببعض الأشياء التي هي حادثة هي حادثة بالجائزة إذًا كلمة تنجيز إذًا معناه وهو لم تنجيز يعني أنجز وتمى إذًا معناه إذًا معناه تمى يعني معناها إذًا إذًا قلنا بحدوث العلم لا يوجد حدوث العلم لا يوجد حدوث العلم لا يوجد حدوث العلم فحقنا هذا القيب لكي نرد ونمنع هذا التقوى أو هذا الشباب إذًا قلنا تعلق العلم بوجود الأشياء المعلومة أنها ستوجد في أوقاتها إذًا كده إيه؟ ينفع كلمة التنجيز القديم ولا تنفعك؟ ما ينفعش لو ما وضعناش هذا الشرق أو هذا القيب لأنه حيلكبث علينا إما نقول بإذًا المعلوم ده تعلم هو التنجيز القديم أو نقول بحدوث الإذًا الإذًا معناه لا أعطاق بال؛ لأنه يتبع معلم أي المعلوم يتبع وشاهده أو يتبع علم أو الإذًا يتبع المعلوم لا يتحدث إلا أن نضع هذا القيب يأتي واحد يقول لي إيه؟ فالوحي لكي تريد وجه لنا لما يقول إيه؟ قدر الله هو مش عالم لكن عنده صلاحية من يكون عالم زي فيلمة خالق قبل أن يخلق يعني معناها مش خالق صلوحي قديم يقول معناها مش عالية يقول معناها سلوح يتوقع جاهل بس صالح لأنه يكون يعلم يعني بس نفسه يبقى انه يتوقع انه يتوقع انه يقول جل لما قلنا العلم له تعلم صلوحي قديم يقول معناها قلب ناجحه لأنه معناها زي ما خالق قبل ان يخلق ليس خالق يتقى ايه معنى خالق قبل ان يخلق وربط قبل ان يكون مربوط يبا معناها خالق فيخلق معنى يتنا في يومنا حياتك تنفع له اذا ما ينفع نقول عالم فيعلم يبقى معنى هتنا خلق تقلناها جاهل هتو عزل كده ايه للهلم تعلق فالوح البريد اللي قال ما ينفعش نقول تنجيزي لانه لو قلنا فالوح يعني كلمكم بات خلوه ايه جاهل ما عندوش علم بس ما معنى انو يخلق ايه ما ينفعش في الاستثاثات الذاتية ينفع في الاستثاثات الابعال في الخلق والرق والحياء ممكن يقول كده قالت قبل ان يخلق ماشيا راجت قبل ان يرجع ماشيا اننا اوعى تقول في الاستثاثات المعاني مثلا قادر قبل ان لا اوعى كده جاهل هذا معناها مسافة العجل من حلب هو عالم قبل ان يعلم انه عجل مسافة محميل ثم ما فيش تعلق تنجيزي قديم بمعنى هتتعلق تنجيزي حاجة سيكونش حجوث العلم نفسه مفهوم يا مساء؟ فلا نقوله بهذا إنما نكتفي بأن العلم له تعلق واحد وهو تنجيزي قديم فإن اختلق مش حد حيث ألك في الواجبات ولا في المتحلات المشكلة حجي لك إيه؟ يقال أن تعلق العلم بها في الأجل حاجة من الاثنين بجمعنا هذه المعلومات قديمة من لا متعلق بها حسب بإحداثها أو بإيجابها في أوقاتها فكأن علمه تعالى قديم لم يتجدد للظهور العالم أو المخلوقات علم جديد له وإنما هو كان يعلم كل شيء وهو الآن على مدخل الغل ما بيش حاجة زيادة جديدة ولا نقصد بل هو تعالى أحاط بكل شيء علما وأحطى كل شيء عددا لأنه حتى الخلائق يعني حتى الخلائق يقول ليه لقد أحطاهم أحطاهم ليس مرسى يؤتيهم أحطاهم وعدهم كيف أحطاهم وفي ناس لسا هتوجد يعني في ناس مثلا لم توجدوا للآن الشينات حصولها بالصب أو حلولها بعد عشر أو بعد حتى ملون سنة فينا كيف يقصع من لم يدخل في الوجود لأنه دخل فعلا مننا لأنه لا يوجد في وجوده إلا ما كان في العلم لأنه بحصوره ومقصرةalirea poison ليس مقصرة لأنه يتعلم politique موجود العلم يعنيني chain تصبح بالذ Europol كانت الانتظام في العلمان كان جميل انتظام ايها كانت الانتظام في ايها كانت الأكب يجب ان الكلام دل على ما ذكر دلالة مستمرة بلا انقطاع قد بالأبد وهو تعالى به يعني بكلامه آمن نقول لنا لشيء إذا أردناه أن نقول له فهو في نفسه واحد اللي هو الكلام أهدين جاء جاء في رأل بتاعه فهو في نفسه واحد هو يعني نرجع إليه إلى السلام وتكثره واحد يقول لك ربنا الله تعالى ولكن كلامه واحد وكلامه الكثير لا يقصر قل لو كان بحرم نجام أن ما في الأرض من شيء إذا تكثره إنما هو بتكثر التعلم قائل وليس أن الصفة فيها كثرة إنما الكثرة الكلام واحد ومتعلق الكلام لديه قدرة واحدة ولكن تتعلم بالتخليق والإحياء والإماتة والإسعاد والإصطر والإغناء والخصف والرب والكل والإستعادة وإذا تتعلم الكثرة فيه في التعلقات كالعلم والقدرة ولذلك قسموه إلى أمر أفياح إذا تختلف من حيثه هو الكلام هو الكلام ده حتى انت كلامه هو كلامه لكن لما تقول لي مثلا اضرب هنا دعم لا تضرب نح لكن هو الكلام واحد ومش واحد إذا اختلف في حسب تعلم ولذلك قسموه إلى أمر ونهي وخبر واستخبار كما أيضا ما هي وخبر استخبار الاستخبار يعني استخبار يعني استخبار طبعا هذا بمحسبة لنا لكن ربنا صلت تعلم يقول هل أتائك حديث الغاشية وهل أتائك حديث النوسى هل يستفن هو استخبار في ظاهرة لكن أره نفعل استخبارvia يعني يستفهم ولكن ما هو يريد ان ايه؟ مستقرار زي مثلاً هل سنع لهم من باقي؟ يعني انا اريد ان يقول له ليس لهم باقي فتجاب عندي طريبة في اتسام عشر لما انت تقول لا كأنك يعني اقررت بهذا بخلاف لما يخبرك يحتمل الامر لما تقر او لا تقر فلما يعطي على سبيل الاستسام يعني يقول الواحد مثلا انا اعطيته كذا بتخبره ممكن ينكر او الم اعطيك كذا فيقول نعم انت ما اعرفت انك انت اعطيته انت ما اعرفت انك انت اعطيته انت ما تجد في السفن انت تقول له كيف الم اعطيكك انت تريد ان تقرره يعني عاوز تبحث منه اعتراف يعني زي الجماعة الصعورين النيابة والتحقيق عاوز يجيب ايه؟ بس ما يسألك مباشرة انت اعرف انك هتتلعب وثلث يمين فروح يجيب لك ايه؟ استفنة يسألك كم سؤال وممكن يكونوا بعيدة على الموضوع في ذهنا انهم هم متصلين من ناحية تامل وانه اعطيته لانه يجيب لك الواجهة ولذلك قسموه الى امر ونهي وقبر واستخبار فمن حيث اقتضاؤه فعلا او تركا تسمى امرا ونهيا اخذ بالك كل امر بشيء فهو نهي عن ضد الامر بالشيء نهي عن ضد اخذ بالك ومن حيث تعلقه بثبوط امر لامر او نفيه نسمى خبرا احنا نسمى احنا نسمى ايه ده اسمه ايه؟ اسم الحكم الحكم يعني اثبات امر لامر او نفيه عنه ده اسم حكم ايه ده اسم حكم فالحكم حي من اثنين لامر اثبات لا تخرج الاحكام كلها عن هذه المحكمة ام اثبات امر يعني حكمت المحكمة ببراءة كلامة يعني نفسه حكمت المحكمة بإدانة او بحثه او بجنب يعني معناها اثبات لامر اثباته اثباته ببراءة يعني ايه؟ اثباته هل حكمت بغيرها؟ حكمت بالتوقف؟ لا ده ممكن تحفظ القضية احنا نقولك ايه ماهو برضه ايه؟ نعمل الاسبات او نعمل الناس اذا الاحكام كلها تدور في الاسبات ايه؟ ايه؟ ايه اثبات الامر لامر او نفيه ايه؟ ان هذا هو معنى الحق انجا من حيث اقتضاؤه فعلا او تركا يسمى امرا او ايه؟ او نهيا فمن حيث تعلقه هو عدل تعلقه ليه؟ حيث لا تضعف الى الا الى الجمل نعمل فأتاهم الله من حيث لن يحتكموا وتضعفش الى ايه؟ الى المخرجات ومن حيث تعلقه ومن حيث تعلقه بثبوط امر لامر او نفيه نسمى صدرا ومن حيث تعلق الله وهل يشترط في تسميته بذلك كالخطاب يا مثلا بعض الاصلين يعرفوا خطاب الله قالوا بعضوا عدل تركوا القراط وليسوا الاصول بل لكلام الله لانه لا يقال خطاب الله بالادل لعدم وجود المقاطبين لكن الخطاب ده بمعنى حيدل على وجود المخابضين والحكم قديم لأن الحاسم به قديم في القراءة وغيره رفضوا كلمة خطاب الله وقالوا كلام الله من حيث ايه؟ ادلاع لأنه يدل على حكم ولم يقول خطاب الله ارجعنا وقول لك لأجل كونه الكلام لم ي очتراض الع Lieutenant لكن كثرة في التعلقات في ما نشرق بالله ويم احضرنا لا هذا لا لا احضر لأنه في نفحوت بعد ملون الدلالة أحضره كان بichen إيهان... مجددا Enchain أنا لا تخسروا لأنهم وضعوا هذا القيل إلى أن يوجد أو ساعة أو وقت وجود المخاطرين فما يتعلم واحد من المخاطرين نعم؟ هو قدير ولكن تعلق ما يشبه الكلام بالتأثير هذا من تعلقات القدرة لماذا؟ يعني تعلق الشخصات كلها عظيمة الشعن تعلق القدرة بوجود زيد يعني هل معناه زيد موجود في الأجل؟ ولا ساعة أميجر ساعة أميجر أو في وجوده بما لا يجال كذلك قال في السلام أن ساعة أن يوجد المخاطر يتعلق به الخبار ويتمى خبار بأعتبار أنه سيتعلق بالمخاطر وليس به في حاله لا يكون خبارا من أجل الله بأعتبار أنه سيتعلق بالمخاطرين عند وجوده يتعلق بالمخاطرين إلا يقول ماذا فايدة في الأجل؟ ما هو فايدة في الأجل؟ ما هو علم الله أنه صور محمد ويتعلق سيوجد مخاطرين ولا محال أنهم سيوجدون وسيوجه إليهم هذا الخبار الأجلية بحسب الدلالة بالحروف والأصوات الحادثة لذلك هناك تعلق بالأجل أو لا يوجد إنما ما معنى وجود التعلق بالأجل؟ وجود المخاطرين ولذلك نفر منها وفر الإمام القراطين من هذه الكلمة لتسمية الكلام كبابا لأن السلام مضوش فقط فيه دلالة وفيه أمره وفيه نهيه وفيه خبره وفيه استخدار دموع من الأنواع حفيفا أقصد سمعة أو ألف سمعة وأنت شهدي ولذلك أي ولأجل كونه آمرا قلنا الأول الكلام متنوع ومتعدد لحسب التعلقات ولكن في نفسه واحد فالكلام متنوع إلى أمر ونهي وطلب وترج يعني فيه الترجل والثماني وكل من الشلام إلى غير ذلك يعني فيه كثير يعني التعلقات كثيرة وإذا كان كذلك فيتور جنسا يعني معناها عبدالله فيه أنواع الجنس تعطيه أنواع إذا معناها جنس الكلام نقوله بالجنس الكلام القديم كما قال بعضهم وأسراده حادث له لنقول وتعلقاته حادثه ولنقول أسراده وإلا كده سنقع فيه في قيام الحوادث بذات الله قوله ولذا أي ولأجل كونه تعالى آمرا وناهيا وهذا التقديم في الأجل إلا إلى هذه الأخسام أه هذا جاء سؤال الحمد الرجل جواب أغناني أو يعني شفاني عن إيه أغناني يقول هنا وهذا التقديم في الأجل إلى هذه الأخسام محيّة مع عدم وجود المأمورين في الأجل بلاش تقول خبر خلينا نقول إيه أمر هذا الأمر مش عاوز المأمور ما إياه والخبر عاوز المقامل والنهر عاوز منهي والقبر حتى عاوز إيه المقبرين برضو المقبر المقبر هنشترك لا أنا حكبر إذا أنا مقبر وأنت إيه المقبر تأمبئك إذا أنت إيه منبأ أو منبأ أو نبي على وجود نسائل ينفع منبأ بمعنى فاعل ومعنى إيه نفوض يبقى هنا هذا التقديم اللي هو في الأجل إلى هذه الأخسام ما عدم وجود المأمورين في الأجل أحد باعتبار المعنى الصلوحي الذين في علم الله أنه سيجدهم ويأمرهم ده في الكلام ليس لإله إذا قلنا في الإله هل نقلد إلى إيه إلى جهل إذا ممكن نقول تعلق الكلام في الأجل أو الخطاب بالمقاطبين والمأمورين والمنهيين وغيرهم تعلق فلوحي قديم باعتبار الذين في علم الله أنهم سيوجدوا وسيكونون هم المقمولين والمثلتين والمخاطبين ومن هنا قال الحكم الشرعي هو قطاب الله المتعلق بأفعال المثلتين مع أن المثلتين وأفعالهم حادثة ولكن في علم الله أنهم سيوجدون إذا تعلقوا كلام بهم قبل وجودهم تعلق فلوحي ولا نقول العلم أفعال 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 أحد أئمة السنة قبل الأشعر يعني قبل الأشعر كان في واحد من الأشاعر اسمه يعني الأشاعر في أشعرية قبل الأشعر من هجأ أصلا؟ مدرس مدرس يعني العقائل كذلك قبل الأشعر الأشعر كشفها وجمعها وأرتفها وهي موجودة من قبله عند السلاب وعند السابعين وعند الصحابة حتى بعضهم قال نفس طبيعوا أن نفس عقيدة صلى الله عليه وسلم لأنها هي نفسها عقيدة في الأشعر لأنه لو كان غير ذلك ونحن مؤتدين ذلك لكن ليس على على جهة التقسيم الأمير على الإجمالة في الجملة نحن كلنا نمشينا على إعتقاد المظلم وأفحاد القرآن ولكن بعدما نكحت المسائل ودومت وممثنت وفوضت أصلحت موضعات وهكذا نوصلت إلى الأشعر لا على أكدار أنه أنشى أو لا أكدار أنه كشف ودوى ما هو موجود بالفعل عند الثلاث الصالح وعلى أصحاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم وغيراً وهكذا يقال في المالكية والشافية وظلت يتسك هذا موجود قبل وهم أكدار أنم شوقه وشوقه عن شوقه وهكذا وعندما أثناء أن كيف يقرأه؟ موجودة وقرأ بها النكم ولكن الله أكدار أن أقرأ ما فيه؟ ومات هذا يعني غنب كيف يقول كامل من أخير؟ لا أخير، لن يوجد أطلاف هو الذي يدوره في الصراع على السؤال فهذا هو موسيقى سلي لأن يجب أن يجب أن يكون هذا الشارع هذا تسميه شارع الأزهر وموجود قبل الأزهر ولو لموجود الشارع ما ظنية الأزهر نفسه لأنه لا يوجد منطقة ولكن بعد أن ظنية جاءت كل اسمه ولكن موسيقى الأزهر على أكبار أهي؟ موسيقى 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 وذهب عبد الله بن سعيد وقطلان شهد اسمه كلاب وعرفنا ضمن ذلك أحد أئمة السنة قبل الأشعري إلى أن الكلام لا يتنوع في الأزهر هذا من ضمن أئمة ذلك لا يتنوع في الأزهر بلأتبار الهتوب لكنه ليس متنوع في الأزهر إلى أمر ملاه وأن التنوع إلى ذلك حاجة عند حدوث التعلقات التنجيلية طب هنقف عندي موضوع لكلاب أو أنت تعلق الكلام بصفة طفة خلين عندي علم على أنت تعلق الكلام والله تعالى أعلم وقل الله وقل الله اوه ум أهلا ورغم اشتركوا في القناة